أهلا بكم بكل خير مشاهدين الأفاضل وأهلا بكم ضمن جولة صحفية نستهل جولتنا من يومية أخبار اليوم المغربية التي تعنون على صدر صفحتها الأولى شباط يمهل بن كيران شهر لإيجاد بديل ويتوعد وزرائها من يرفض الاستقال سنقيلها وتكتب أخبار اليوم المغربية على رغم من كون قرار حزب الاستقلال القادم الانسحاب الفعلي من حكومة بن كيران معلقا برد الملك على مدكرة الحزب فإن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال لم يتردد في تحديد سقف زمني لتفعيل القرار المذكور شباط قال للأخبار اليوم بعد إلحاح عليها من أجل تحديد أجل معين إنه يمنح رئيس الحكومة فرصة شهر على الأكثر للبحث عن بديل الاستقلاليين في حكومتها تكتب أخبار اليوم المغربية